السلام عليكم اليوم راح اشرح لكم عدة اسئلة من اسئلة الكروك اللي شوية كانت بيها صعوبة على الطلاب ان شاء الله راح اوضح لكم اياها احنا هنا عندنا حالة واحد اجي لمركز الرضوة وتروما سنتر عنده مشكلة بالكاحل المهم بعد التشخيص طبعا الكي ووردز هو شنو اللي قينا بالتشخيص عنده close fracture of medial malilas without displacement هذي مهم كلش اول مرة شنو معنى close fracture close fracture معنى انه صار عنده كسر لكن هذا الكسر مخترق الجلد وخرج للخارج يعني العظم مخرج خارج الجلد وظل محتفظ بموقعه داخل يعني داخل الجلد مخرج خارجه medial malilas هس راح اشوفكم شنو هذا المedial malilas وين يصير without displacement يعني من غير ما يتحرك من مكانه او يبتعد من مكانه الكسر وقع العظم ثابت من مكانه طبعا هنا دي يسأل in which position should the food be fixed in plaster cast يعني شون راح نثبت القدم في الجبيرة شون راح نخلي الجبيرة وشون راح نثبتها على القدم طبعا الجواب الصح هو at right angle with various position of the food شنو هذا الright angle وشنو هذا المedial malilas هس راح اشرح لكم خلن نروح الصورة البعدة طبعا هذا بس من القدم والساق هنا عدنا التيبي هنا الفيبيولان هنا اذا تشوفون هذا النتوء هذا يسمون medial malilas هذا باتجاه جسمك الجهة الخارجة هذا النتوء الخارج يسمون lateral malilas الكسر صاير عنده بالضبط هنا فش صاير هذا الكسر هنا صاير صار كسر لكن من دون ما يخرج العظم خارج الجلد او يتحرك من مكانه فقط كسر في هذه المنطقة في medial malilas هذا صورة اكسر يتوضح لكم اياه شون نخلي الكاست او شون نخلي جبيرة انطعنا عدة خيارات واحدة معدها pronation يعني شنو القدم تكون مرفوعة يعني هذه الساق وهذه القدم تكون القدم مرفوعة للأعلى وللخارج supernation تكون القدم للأسفل وللداخل planter fixation of the food شنو ترفع القدم للأعلى يعني الزاوية راح تكون اقل من تسعين طبعا الزاوية بين القدم والساق تكون لازم تسعين في هذه الحالة لكن هي تكون اقل هنا في هذه الحالة تكون مرفوعة آسف مم مرفوعة للأسفل planter fixation عندنا dorsal fixation of food مرفوعة القدم للأعلى يعني هنا ايضا الزاوية مو تسعين هذه الحالة اللي هي اسمه right angle with various position of the food تكون القدم والساق تسعين درجة بيناتهم بس شنو راح نحرف القدم عن الأفق بمقدار معين لكن راح تظل الزاوية بين الساق والقدم تسعين هذه أفضل زاوية للحفاظ على media marilis في موقعه هذا media marilis احنا هذا الكسر الريده يبقى بموقعه لا الريد القدم تنزل للأسفل ولا تصعد للأعلى لكن فقط تنحرف عن الأفق بزاوية معينة حتى تحافظ لأن لو انحرفت بالشكل المعاكس راح يتحرك من مكانه احنا مرد الضغط يصير عليه فبالتالي نبقي في هذا الوضعية هذا بالنسبة لهذا حل السؤال فالجواب هو احنا مرد الضغط بزاوية مرد الضغط بزاوية سؤال الله عندنا 30 سنة رجل يشتكي من أكيوت بزاوية في الضغط يعني شنو عنده مشكلة حادة كلمة أكيوت مهمة هنا فقد السمع يعني عنده صار فنعرف المشكلة فنعرف المشكلة وين مو بالأذن الخارجي فبقعدنا أما في الأذن الداخلي أو في الأذن الوسطى الميديالي عنده مشكلة في الأذن الوسطية شفنا أنه الطبلة الأذن متجهة للخارج منتفخة ومتجهة للخارج وصير عندك حمرار فيها هذا شنو معنى معنى أنه أكو في الأذن الداخلية متجمع قيح وهذا القيح ضغط على الطبلة بهذه الطريقة اللي خلاها تخرج إلى الخارج اللي تشوفون مثل هذه الرسمة فعرفنا المشكلة وين إذن في الأذن الداخلية وطبعا عنده يقول لك أكيوت فإذا إش راح نختار أكيوت plurient otitis media ليش مو acute mastoditis لك أن نذكر لك أكون مشكلة بعضم الماستويد بروسس ليش مو astution tube dysfunction ما قل لك هناك مشكلة أصلا كرونيك لدي أقول لك الشغلة أكيوت فإذن نختار الأكيوت plurient otitis media طبعا العلاج بهذه الحالة اسمها tympanatomy أو margiotomy شنو يعني نثقب ثقب ونضع به مثل أنبوب بلاستيك بسيط هذا الأنبوب راح يسوي drainage راح يخرج هذا القيح اللي تجمع فيه الأذن الوسطية إلى الخارج وإضافة أن ننطع antibiotic وحتى نحل المشكلة هناك عدنا سؤال مرأة عمرها خمسين سنة طبعا عدها من هذه الكلمة تعرف أنه هذه التهاف في الثايرود يعني مو كانسر فطلع أول اختيار اللي هو ثايرود كارسينومو طبعا هناك ما قل لك فيفر فطلع superative اللي هو يكون نتيجة لل infection ونطلع السباكيوت لأنه هناك ما قل لك acute و chronic بعدين acute و chronic يعني حالة تروح وتجي بهذه الطريقة ونطلع ال radials هذا يكون هناك تصير هناك تصير في هذه الحالة وتأثر على بقية الأجزاء مو فقط على تركيا أيضا تأثر ممكن تأدي لاختناق فما بقى عندنا غير خيار واحد اللي هو هاشيموتو ثايروديتس إضافة إلى هذا نشوفه أنه قاتب enlarge وعندك 10 weight gain طبعا ويال هاشيموتو ثايروديتس في بداية طبعا هاشيموتو ثايروديتس هو نتيجة شنو التهام نتيجة أن الجهاز المناعي يستخدم الانتي بادي الاتسانة مناعية ويهاجم الثايرويد في هذه الحالة في البداية ما راح يصد لدينا في الحالة الهاشيموتو زيادة في الثايروكسين التي فور والتي ثري ليش لأن الخلايا راح يهاجمها الجهاز المناعي هي خازنة داخلها الثايروكسين فراح يجي هاجمها الجهاز المناعي راح تدمر خير تتفجر فالمخزون اللي بداخلها راح يخرج للدم لكن بعد مدة راح تموت الخلايا وماكو شي عوض المخزون اللي فقط فبالتالي عندك الويت قين وطبعا يزداد احنا نعرف ان الثايروكسين عن الميتابوليزم فراح تقل الميتابوليزم وراح يزداد الوزن وخلا شوفكم طبعا عن طريق بعض الأشياء اللي وضعتها بالمحاضرة كيف تصير هذا الانتبادي نفرض هاجم الثايروكسين هنا زاد عندنا تي ثري تي فور وراها ماتت الخلايا واش راح يصير بالتي ثري تي فور راح يقل فهذا الهاشيموتو عندنا رجل عمره 19 سنة اصيب ب يعني اصيب بطعنة في السكين في جهة صدره الوسرة شوفوا الهارت رايت 96 وشوفوا البرادة براشر البرادة براشر نازل او بدأ ينزل معناته شنو زيادة في الهارت رايت مع نقصان في البرادة براشر هذي ممكن تؤدي شنو اعراض للشوك اضافة لاش دا نشوف dilated neck veins انو الشرايين فيه الرئة اصف الوردة فيه الرئة متوسعة هذا التوسع ناتج من شنو هس راح بسرلكم طبعا هنذا شنشوف الapical beat او sharply diminished apical beat الapical beat شنو هي المقدمة مال القلب هي الapix متكون اكثر شي من left ventricle هذا المقدمة منتقل معناتها انو اكو مشكلة في حركة القلب انو حركة القلب مقيدة وطبعا شدي يقول لنا انو القلب متوسع فهذي كلها دلائل تنطينا على شنو الحالة precardial temponate زيان شنو هو precardial temponate وليش هالشكل دي يصر ويا انا خلي شوفكم شوفوا هذا القلب اتعرض هو لطعنا اش صار بالدم بدى الدم يخرج من خارج القلب وين يتجمع طبعا هنانا عندنا القلب وهنانا عندنا ال precardium هذا الغشاء اللي حيط القلب بدى الدم يتجمع بال precardium بدى يتجمع بدى يتجمع شراح يصير راح يولف ضغط على وين على ال right ventricle زيان ال right ventricle اذا صار عليه الضغط وبدى ال right ventricle ينكبس وينحسر والحجم يقل ما راح يقدر يستلم دم من الاوردة بعد فشراح يصير بالدم راح يتجمع بالاوردة وراح يصير عندنا distended neck vein يعني تكون الاوردة فيها الرقبة متوسعة بهذه الحالة يضبطنا الى عندنا مشكلة شنو راح يصير الضغط راح يتولد على القلب راح يمنع حركته ويقيد حركته راح يصير عندنا مشكلة في حركة ال apix او مقدمة القلب فهذه ما لقال لك diminished apix beat وطبعا راح يصير عندنا hypotension ليش لانه القلب ما راح يقدر يضغ كمية وافية من الدم لانه متقيد اضافة الى انه اصلا دم مدى يرجع للقلب بكمية كافية فكيف راح يضغ دم هو اصلا ولذلك هنا عندنا عندنا طبعا هنا peaks triad هذه ثلاثية حتى تحفظها حتى تذكر الكارديك تيمبونيت هي decrease in systolic breath pressure يقل الضغط لان شرحت لكم distended jugular vein و diminished heart sound طبعا اصوات القلب تقل لانه اصلا القلب مدى يقدر يضغ بشكل طبيعي فطبعا الاصوات داخل القلب راح تقل اضافة الى انه هذا البريكارديوم راح يكون مليء بالدم او باي مادة اخرى اذا نحكي على هنا في حالة هذه الحالة دم لكن ممكن يكون نتيجة الالتهاب ايضا متجمع سوائل فاشرح منتبه ان راح تخلي الستاتوسكوب راح يكون اكوبين اكوبين القلب حاجز من السوائل راح يقلل سماعك للقلب فهذا diminished heart sound فهذه الثلاثية decrease jugular vein as if distended jugular vein decrease in systolic breath pressure و diminished heart sound هذه الثلاثية اللي يسموها 3D هذا بالنسبة لهذه الاسئلة شكرا لاستماعكم و ان شاء الله تكونوا مستفادات والسلام عليكم اشتركوا في القناة